تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي تمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 469 قضية تمونية مستندية وعينية بمضبوطات 118 طن وفي مجال الاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 46 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط 72 طن أما في مجال قضايا المخابز فتم ضبط 725 قضية من بينها 56 قضية خبز ناقص الوزن فضلا عن 61 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تم ضبط 18 قضية بمضبوطات بلغت قرابة 133 طن